ارامكو مجددا تستهدف بالطائرات المسيرة التي يتبنها الحثيون السلطات السعودية اعلنت عن تعرض مصفات الرياض لاعتداء جديد متسببا بحريق تمت السيطرة عليه دون وقوع خسائر في الارواح لم تتأثر امدادات البترول من الهجوم لكن السعودية كشفت السبب وراء تكرار الهجمات على انها محاولة لاستهداف الاقتصاد العالمي موجهة نداءها لدول العالم لانهاء مسلسل الاعتداءات الهجوم الاخير كشف عن شن ست طائرات مسيرة لمنشآت شركة ارامكو وهو ما تبنه الحوثيون يقول خبراء ان الحوثيين يضغطون على بايدن بتكثيف هجماتهم لمحاولة لي ذراع الادارة الاميركية رغم مساعر الرئيس الجديد بوقف حرب اليمن تستهدف السعودية من الهجمات الحوثية والمدعومة ايرانيا وكان اكثرها غرابة تلك التي اطلقت من الاراضي العراقية قبل اسابيع وكشفت حينها واشنطن عن محاولات للضغط على الادارة الجديدة في تطويع الموقف الدولي مع شروط الايرانيين والحوثيين سيما بعد ان ذهب بايدن لرفع الحوثي من قائمة الارهاب وهو ما وصفه محللون بالخطأ في التقدير حيال هذه الجماعة التي تستمر في اثارة الفوضى في المنطقة لكن الادارة الاميركية وفق توقعات مراقبين لن تقف مكتوفة الايدي امام هذه التجاوزات والهجمات التي تستبيح الدول المنطقة مع ما يرجح الحديث عن ضبط المشهد الامني في المنطقة او ان تستمر تلك الهجمات لتثير عاصفة خطيرة من التوتر والاقتصاد العالمي